قلق وشلل شفتا بدت تعيشه الأسواق في كربلاء نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار والذي تسبب بزيادة أسعار المواد الغذائية لا سيما التجهيزات المدرسية بالتزامن مع عبد العام الدراسي الجديد مواطنون تحدثوا عما أصاب الأسواق هنا من ركود وكساد وغلاء فاحش بعد أن عاد شبح الدولار من جديد لملاحقة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والذي تزامن هذه المرة مع عبد العام الدراسي الجديد بسبب أسعار الدولار قلق الإقبال على القرطاسية يعني العام كان أحسن هسا لا صار أسوأ سبب سعر صرف الدولار يعني الدفتر اللي كان بالفين وبثلاثة هسا أصبح بخمسة وبستة لا تزال الأزمة الاقتصادية تلاحق الأسواق المحلية وترمي بظلالها على المواطن البسيط الذين تحدثوا بعض أصحاب المحل التجارية بأن حركة التبضع ليس كما كانت سابقا فهناك ركود في عمليات البيعي والشراء لا سيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأخير دوامة مستمرة من الأزمات يعيشها المواطن العراقي وهو ما بين ارتفاع سعر صرف الدولار وجشع التجار ناهيك عن غياب الدعم الحكومي وتجهيز الطلبة بالمستلزمات الدراسية الأمر الذي دفعهم بالتوجه إلى الأسواق المحلية ليواجهوا ارتفاع أسعارها علي خالد واني نيوز كربلا